طريق الموت وحاصد الارواح ذلك الرابط بين صنعا وتعز مرورا بمناطق محافظة دمار الطريق الاكثر خطورة بسبب حجم الحوادث المرورية التي يشهدها بشكل شبه يومي وتمثل مناطق الضيق من جهة الجنوب لمدينة دمار وذي جزب من جهة الشمال لمدينة دمار من ضمن النقاط السوداء في وقوع الحوادث بالنسبة للضيق أو ما يسمى منطقة جبه الضيق النتيجة للحاجة لأنها منطقة انزلاق ومنطقة منحدر ورون في نفس الوقت الحل الوحيد لهذا هو توسعة أرضية الخط موجود وقد يمكن توسعتها بأسهل طريقة نتمنى استكمال التوسعة أما بالنسبة لخط شارع رداء أو طريق رداء دمار هناك مشاكل كثيرة وبالذات الحفر سبعتها الآن حفر عميقة يعني مما يؤدي إلى انقلاب السيارة بمجرد أن يأتي بالذات في الليل نعاني في المساء أكثر حوادث خط رداء هي في المساء نتيجة للحفر أو للتقطعات في الطريق بشكل كبير الجهات الرسمية ترجع ارتفاع عداد الحوادث المرورية إلى السرعة المفرطة من السائقين والأخطاء الهندسية للطريق لذلك يشكو سائق المركبات والمسافرين من تدهور الوضع العام للطريق الإسفلتي وتكرار وقوع الحوادث المرورية القاتلة والتي بلغت خلال الفترة من يناير 2020 وحتى اكتوبر 2021 وقوع 574 حادث مروري أسفرت عن وفاة 274 شخصا بينهم 32 مرأة وإصابة 775 شخصا بإصابات بليغة وبعضهم إعاقات دائمة و581 إصابة طفيفة وقدرت الخسائر المالية بنحو نصف مليار ريال ثرى الحوادث بتحصل فيها أنا قد حصل لي حادث مع واحد صاحب باص قبل حوالي عشر سنوات وانقلبنا والحمد لله يعني ما حصل معيشي لكن بقية الناس تعوروا وانتهوا فهذه العقبة قد أخذ طريق وأخذ منطقة نرجو من الجهات المعنية تدخل فيها كونها منطقة خطرة وأكثر الحوادث تحصل فيها ما يعاني السائق في خط صنعة تعز هناك توجد أماكن تكثر فيها الحوادث نتيجة لأسباب فنية وليست أسباب مروري أسباب إهمال السائق أو نتيجة للعربة هي نتيجة لأخطاء في الطريق منها منطقة الضاف نتيجة لعدم التوسعة الموجودة هناك توسعة ولكن لم يوجد تكسيم للخطة من ذلك يؤدي إلى خروج السائق من هات إلى هات لذلك نرجو ونصح أن يتم عمل الفاصل أو الجزيلة الوسطية الكثير من الحوادث والذي يتعرض لها المواطنون الأبرياء خاصة في منطقة الضيق والطرق الرئيسية الممتدة في شارع صنعة مرورا إلى العاصمة ونطالب الجهة المعنية والمختصة بضرورة التحرك وعمل المعالجات والحلول حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين تتكرر أغلب الحوادث المرورية في مناطق ضاف عسم فرع حمام علي الدرب بيت الكوماني ديجزب ومدينة ذمار وسيظل ذلك الطريق الإسفلتي يلتهم أنفس الأبرياء طالما بقي على حاله دون إصلاح وترميم ترجمة نانسي قنقر